أزمات متتالية يشهدها العالم من أزمة الطاقة إلى الغذاء مرورا بالتدخم وارتفاع الأسعار أزمات فرضت على العديد من القطاعات التحركة بوجه سياسات حكوماتها تحركات مطلبية شملت بلدان عدة في قارات مختلفة مما أثر على حركة الطيران والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد تلك التحركات تفرض على الحكومات تحديات كبرى في ظل التطورات الجو سياسية التي يشهدها العالم أهلا بكم إلى برنامج الرابط سلسلة الإضرابات العالمية تحط في مطارات فرنسا وبناء على ذلك نتسأل كيف تؤثر الإضرابات العملية على الحركة التجارية وسلاسل الإمداد في ظل التطورات العالمية وهل تؤسس تلك الإضرابات لمرحلة سياسية جديدة تقودها النقابات العملية في وجه الحكومات تستمر اللازمة الاقتصادية العالمية بالتفاقم على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا وتدعيات العقوبات حيث تشهد قارات العالم احتجاجات تنتقل بين دولة واخرى احتجاجات واعتصامات تؤدي لاضطرابات تجارية واقتصادية وتطرح تحديات أمام حكوماتها في ظل متغيرات جيوسياسية تفرض إيقاعها على المسرح الدولي على وقع هذه الاحتجاجات في مطارات بيريس تبدأ الأزمات الداخلية تتفاقم في وجه ولاية ماكرون الثانية مشهد مدفوع بتضخم مالي عالمي أسبابه تتخطى قرار الإليزي لكنها مادة دسمة لمعارضي ساكن القصر الفرنسي الذين انتزعوا منه أغلبية في المجلس التشرعي الجديد تقف نقابات العمال الفرنسية من جديد لتعلن إضرابا يعيد للأذهان مشهد السطرات الصفراء لكن هذه المرة تبدو الأزمة أكبر وأعمق وسط إضرابات السوق العالمية وارتفاع نسب التضخم بعد سيناريو الغزو الروسي وما قبله جائحة كورونا لا يبدو المشهد الاعتراضي حكرا على فرنسا وهو يترافق مع حالة مماثلة في إسبانيا بينما شاهدت بريطانيا قبل أسابيع حالا من الشلل التام في مطاراتها وسكاكها الحديدية وعطل إضراب أصحاب الشاحنات في كوريا الجنوبية سلاسل الإمداد فيما قرر الرئيس الإكوادوري مواجهته بحالة الطوارئ استمر التضخم العالمي على وقع الحرب الأوكرانية وجائحة تركت تداعيات لا تبدو نهاياتها قريبة فوصلت موجة الاحتجاجات إلى باكستان ونيجيريا مرورا بتونس هناك حيث أدى إضراب القطاع العام لشل المرافق ووصل صداه إلى قصر قرطاج أزمة عملية تأتي على وقع أرقام اقتصادية دونتها خسائرها إلى وتوقعات بأن تضيف ثلاثة في المائة إلى التضخم العالمي هذا العام وتمحو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023 حيث سيتكبت الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو تريليون دولار في شكل انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 1% مع نهاية عام 2022 واقع اقتصادي صعب أنتجته جائحة صحية وأغرقته بالأزمات تطورات جيوسياسية فكبرت موجة الاحتجاج التي تطالب بمقاربات سياسية واقتصادية جديدة فتنبرن نقابات العملية للاعب هذا الدور وربما ما هو أكبر في المستقبل نقابات واتحادات ترفع الصوت من تونس حتى الإكوادور وتنجح بحشد العمال الذين يشكلون عصب الحياة كما ونوعا في الدول الأوروبية ليكونوا صوتا معارضا ربما يفرض تحديات جديدة على الحكومات في ظل اضطرابات عالمية سياسية اقتصادية وعسكرية اشتركوا في القناة قبل البدء في نقاش الليلة نذكركم كالعادة بسؤالي الرابط كيف تؤثر الإضرابات العمالية على الحركة التجارية وسلاسل الإمداد في ظل تطورات العالمية وهل تؤسس تلك الإضرابات لمرحلة سياسية جديدة تقودها النقابات العمالية في وجه الحكومات نرحب بدءا بضيوفنا معنا من لندن عبر تطبيق زومة سيد كريستوفر سدودن رئيس اقتصادية نمط الحياة في معهد الشؤون الاقتصادية في لندن من باريس معنا عبر الأقمار الاصطناعية دكتور بيار مورين الأكاديمي والخبير في الاقتصاد الدولي وكذلك يرفقنا من القاهرة عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور أيمن سمير الباحث في الشؤون الدولية في جريدة الأهرام العربي أهلا وسهلا بالجميع أبدأ من القاهرة معك دكتور سمير لأسأل عن ما يمكن أن نقرأه في موجة الإضرابات العالمية التي تمتد من تونس إلى الإكوادور وتجتاح ثلاث قرات في العالم أولا تحياتي لحضرتك والضيوف الكرام ولكل سادة المشاهدين أنا في تقدير هذه الإضرابات التي بدأت تكتاح الكرة الأرضية من كوريا الجنوبية شرقا حتى لندن والولايات المتحدة الأمريكية هناك من يستعد لهذه الإضرابات في الفترة القادمة يؤكد أننا أمام مصيف ساخن يجبه ما يسمى بيئة شتاء الصخط الذي كان في عام 1978 و79 في بريطانيا وربما حتى يكون مثل أول إضراب كبير شهاده العالم عام 1909 الذي شهادته السويد هناك سلسلة من الأسباب أنا في تقديري حتى تختلف عن الأسباب المطروحة الجميع يتحدث عن تأثير جائحة كورونا يتحدث عن أثار الحرب الروسية الأوكرانية لكن أنا في تقديري هناك أسباب أخرى أيضا مرتبطة بهذه الأسباب من قريب أو من بعيد يعني على سبيل المثال الحكومات العالم لم تنفق الكثير على تحفيز الاقتصاد ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية شهدنا في عام 2020 و2021 تريليونات الدولارات التي انفقت على حزم التحفيز سواء في الولايات المتحدة الأمريكية سواء في أوروبا حتى في اليابان وكوريا الجنوبية منذ انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا لم نشهد أي سياسة أو أي حديث عن عملية تحفيز الاقتصاد العالمي وهذه نقطة في غاية الأهمية يجب الاتفاة إليها والتركيز عليها هذا رقم واحد رقم اثنين هناك تركيز دائما على التضخم وعلى المشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد لكن ليس هناك تركيز على معدلات النمو أنا في تقديري حتى لو كان معدل التضخم مرتفع وحتى لو كانت كل هذه المشاكل مرتبطة بسلاسل الإمداد لو كان هناك معدل نمو مرتفع ربما كان الإحساس بهذه المشاكل ربما كان أقل بكثير مما نراه الآن السبب الثالث يتعلق بإعادة توجيه الإنفاق أيضا نحن نشهد إعادة لتوجيه تريليونات الدولارات ومئات المليارات من الدولارات نحو الإنفاق العسكري انظر إلى دولة مثل ألمانيا لماذا تعاني ألمانيا من المشاكل الآن؟ أنا في تقدير معدل النمو الصناعة في ألمانيا لم يتأثر كثيرا حتى الآن لكن إعادة توجيه الأموال في ألمانيا هو الذي تأثر بمعنى أن المستشار شولتز أسس صندوق بحوالي 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني أيضا الميزانية العسكرية ارتفعت من 30 مليار في عام 2021 إلى حوالي 55 مليار يورو في ألمانيا 2023 و2022 و2023 هذا أيضا يؤثر على إنفاق الحكومة الألمانية على الأمور التي تتعلق بالتعليم والصحة ورخاء المواطنين السبب الرابع في تقديري والأخير هو الأنانية السياسية والأنانية الاقتصادية المتعلقة ببعض السياسات الحكومية في العالم مثلا مثل سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي زيادة نسبة الفيدة في ألوات المتحدة الأمريكية يدعم الاقتصاد الأمريكي لكنه يؤثر على كل اقتصاديات العالم لو كان هناك نوع من السمو السياسي والسمو الاقتصادي في السياسات الاقتصادية لألوات المتحدة الأمريكية ربما كان الإحساس بكل هذه المشاكل على مستوى العالم أقل مما نراه في الوقت الحالي جيد أذهب إلى باريز الآن مكان الضربات في المطار وآخرها ربما لأسأل سيد مورن ضيفنا من هناك عن هذه الإضربات بعد أن ذكر ضيفنا من القهرة أسبابها المعلنة والخفية ربما كيف يمكن أن نفهم تداعياتها أو ما تؤشر إليه هل تؤشر لأزمة دورية عابرة ستنقضي بانقضاء أزمة الحرب في أوكرانيا أم أنها تعكس أزمة بنيوية مقيمة وحقيقية في هذا النظام الاقتصادي العالمي أعتقد أن ذلك يشير لا أعرف إلى مشكلة لا أعرف إذا كانت هيكلية قبل ذلك طبعا أحييك وأحيي ضيوفك إذن بالنسبة لهذه الإضرابات فهي تشير إلى عدم ارتياح الاجتماعي قبل كل شيء لأن معظم هؤلاء العمال هم في الصف الأول وحاليا يعتبر أنهم لا يحصلوا على مكافأة تتساوى مع العمل الذي يؤدوه إذن هذه الإضرابات تشير إلى عدم ارتياح اجتماعي تفاقم بسبب ارتفاع معدلات التضخم مما أدى إلى تدني مستوى الحياة وبالتالي يرى الناس الأسعار ترتفع خاصة للمواد الأولية والمواد الغذائية والقمح والخضار والفاكهة وهذا نتيجة لزيادة أسعار الأسمدة والحبوب وغيرها وبالتالي هذه الزيادات هي نتيجة للحرب التي تدور حاليا إذن مجمل هذه العوامل اجتمعت إذن كان هناك الحرب التي زادت من التضخم وهذا التضخم الذي أساساً كان قد بدأ يظهر مع الاضطرابات التي ضربت سلاسل التوريد إبانا الجائحة وبئة اجتماعية ليست جيدة في فرنسا مع رئيس يمر بصعوبات مع كتلتين شعبويتين وهو اليسار المتطرف واليمين المتطرف الذين يغذي هذا الغضب الاجتماعي وإذا ما جمعنا كل هذه العوامل يمكن أن نرى أن هناك خطر انفجار اجتماعي وسبق أن يحدث أو كان على وشك أن يحدث في خريف عام 2018 وتم احتواؤه عندما قرر الرئيس ماكرون أن يخصص حوالي 20 مليار للمساعدات الاجتماعية ولكن أكثر من ذلك هناك حكومات أوروبية لديها هوامش ضيقة جداً للتصرف لأن مستوى الدين مرتفع جداً في فرنسا هناك ديون مرتفعة ومع ارتفاع معدلات الفائدة قد لا يكون هناك إمكانية تحمل هذا الدين بعد بضعة سنوات في فرنسا مثلاً ميزانية فوائد الدين سوف ترتفع إلى 17 مليار بسبب ارتفاع معدلات الفائدة أي أن الميزانية الفرنسية يجب أن تخص 17 مليار لكي تتمكن من سداد فوائد هذا الدين الذي ارتفع بسبب التضخم وقرارات المركز الأوروبي نعم سيد سنودون الآن في لندن هل يمكن الحديث عن أسباب محلية لكل دولة أم أن هناك أسباب عالمية ومشتركة والتضخم يضرب أغلب الدول تقريب العمال في بريطانيا يخسرون المئات من الجنيهات بسبب عدم زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار والتضخم كل سنة أعتقد بأن التهديد الأول هو التضخم هو السبب في الإضراب في بريطانيا وبلدان أخرى فهناك ارتفاع كبير في التضخم وطبعا هناك بعض الشركات التي مثلا في بريطانيا هناك أضراب لمدة ثلاثة أيام لعمال السكاك الحديدية وكان هناك بعض الخطط من قبل الحكومة لتخلص من الأشخاص الذين يبيعون التذاكر لأن الآن يتم شراء التذاكر على الإنترنت ومن خلال الآلات إذن هو مجموعة متنوعة من خسارة العمل تضخم وسوء ظروف العمل والتضخم طبعا الذي وصل إلى حوالي 10% في بريطانيا وطبعا المفهوم أن الناس يريدون أن يروا حقيقة مستويات معيشة أفضل لأن قوتهم الشرائية تنخفض كلما ارتفع التضخم وهناك طباعة للأموال الأمر الذي يؤثر كثيرا خلال السنتين الماضيتين طبعت ملايير مليارات الجنيهات من قبل بنك إنجلترا والأمر نفسه بالاحتياط الفيدرالي بسبب كوفيد كان هناك طباعة كبيرة ترى مثلا بأن التضخم أقل في دولة كسويسرا مثلا أنها لم تطبع نقودا أثناء جائحة كورونا طبعا هناك الوضع الجيوسياسي وأنا لا أقول بأننا ليس لدينا أو قمنا بخيارات سيئة أثناء كوفيد كان هناك إغلاق للشركات وكان لابد من تقديم المال للناس والشركات للمحافظة على فرص العمل ولكن الآن يدفعون الثمن الآن القطاع الخاص لن يحصل على أي زيادات والقطاع العام أيضا وفق النقابات ممكن أن يوجه بشكل أكبر نحن نحو الإضراب إذن الناس يعانون من التضخم ولا يحصلون على رفع في الرواتب وكلف المعيشة تزداد طبعا يمكن للحكومة أن تلجأ إلى طباعة المزيد من المال من أجل أن تدعم بعض الأمور ولكن ذلك سيفاقم من التضخم وضع لكل الاقتصاد العالمي كأنه لم يتنفس في الحقيقة ولم يأخذ أو يلتقط أنفاسه وبعد أضرار جائحة كورونا جاء الغزو الروسي ليبدد الأمال في حدوث انتعاش اقتصادي ويعزز المخاوف من حدوث ركود الشهر الماضي تصدرت تهديدات متعددة للاقتصاد العالمي مخاوف كبار الرجال العمال والساس المشاركين في منتدى ديفوس إذا شر البعض لخطر ركود إنه تأثير هائل على الاستقرار العالمي بعدها بأيام السشر بيت الأبيض لم يستبعد بدورهم حدوث ركود اقتصادي في المدى القريب إلى أنهم شددوا على أن الإدارة الأمريكية مجهزة لتعامل مع أي احتمالات الانكماش الاقتصادي تحضير آخر صدر عن البنك الدولي الذي لفت لنغزو روسيا لأوكرانيا قد يتسبب في ركود عالمي مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مضيفا أن سلسلة عمليات الغلق الوبائية تزيد المخاوف بشأن التباطئ ومع بداية هذا الشهر صدق النقد الدولي بدوره خفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام ووصف التضخم بأنه خطر واضح قائلا أن توقعات في المجمل ما زالت تشير إلى أن عددا من البلدان قد تواجه ركودا كبيرا ركود تتوقع ألمانيا أنه السيناريو المحتمل حيث حذر وزير ماليتها قبل أيام من حدوثه مؤكدا أن أفضل سبيل التصدي لضغوط الأسعار قد يكون إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الاقتصاد بخاوف عززها قرار أمريكي بأكبر رفع للفائدة الفيدرالية منذ 28 عاما قام بها المنكو المركزي لإبطاء النمو الاقتصادي من أجل خفض مهدلات التضخم وسط تحذيرات من تبعات هذا القرار على الأسواق العالمية إلى أن الرئيس الأمريكي عاد وصرح بأن الولايات المتحدة في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم لفتا في مقابلة مع وكلة السوشيتيت بريس إلى أن الركود الاقتصادي في بلاده ليس حتميا إليك مجددا أستاذ أيمن سمير القول بهذه العلاقة الجدليمة بين الغزو الروسي الأوكراني وتداعيات الاقتصادية وهذه الإضربات المنتشرة هل هو قول سليم أم فيه من المبالغة حظ غير قليل أيضا بالتأكيد الحرب الروسية الأوكرانية زادت من هذه المشاكل بشكل كبير لكن هذه المشاكل كانت موجودة من قبل يعني أنظر مثلا إلى نتائج الانتخابات الألمانية التي جرت فيها العام الماضي 2021 قبل العملية الروسية في أوكرانيا هذه الانتخابات ربما البعض لم يقرأها في وقتها بشكل جيد للغاية هي كانت تحول لأن الذي فاز حزب المستشار أولاف شولتز هو حزب الاجتماعي الاشتراكي الذي يقدم مساعدات أكثر للعمال والذي يغازل العمال ويدغضغ مشاعرهم بشكل كبير للغاية وفاز على الحزب المحافظ الذي ربما يراعي المصالح المتعلقة بالضرائب وغيرها وبالتالي ميول الناخب الألماني حتى قبل بداية هذه الحرب كان يميل لأنه كان تحت ضغوط كبيرة جدا تتعلق بارتفاع أو بداية ارتفاع التضخم والمشاكل الحياتية وعدم قدرة الأجور على تغطية نفقات الحياة لذلك اتجه الناخب الألماني في العام الماضي إلى الحزب الاجتماعي الاشتراكي نفس الأمر رأيناه هذا العام ربما بشكل واضح جدا مع ميلنشو ميلنشو لأول مرة يحصل على هذا العدد الكبير جدا من المقاعد في البرلمان الفرنسي يصارف 146 مقعد هذا رقم كبير جدا واعتمد بشكل رئيسي على النقابات العمالية والعمال هم الذين دعموه لأنه دغضغ مشاعر العمال ودغضغ مشاعر المواطنين وقال أنه مستعد أن يعطي إعانة بطالة للشباب تزيد عن ألف يورو وقال كمان أنه مستعد إذا وصل لرئاس الحكومة أن يكون الحد الأجنى للأجور 1500 يورو أنا في تقدير هذه المسائل زادتها الحرب الروسية الأوكرانية لكنها كانت موجودة من قبل يضاف إلى كل ذلك الأخطاء المتعلقة بأداء الحكومات مثلا أنظر في بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني لديه استراتيجية أو لديه فلسفة غريبة للغاية يطلق عليها كوكيزم هذه السياسة تقول أن معدل النمو لا يزيد وبالتالي الكعكة الموجودة في معدل النمو المتراجع أو القليل على الجميع أن يتقاتل من أجل الحصول على نصيبه فيها وبالتالي لا تجد الحكومة البريطانية مثلا أن تقدم أفكار مبدعة ما بين العمال وأرباب العمل حتى فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية زي مطار هسرو أو قطاع السكك الحديدية أو غيرها وبالتالي تتفاقم الأزمة بشكل كبير للغاية على الجانب الآخر يحاول البعض السياسيين سواء كانوا انتهزيين أو يروا في هذا فرصة يحاولوا الاستفادة من كل هذا الأمر تحقيق مكاسب سياسية ولدينا مثال من الانشوء يعني خير الدليل على هذا الأمر نعم سيد مورين مرة أخرى في باريز هذا التأثير للغزو الروسي في قطع سلاسل التوريد والتأثير في ارتفاع سعر الطاقة وبالتالي إحداث التضخم هل هو العام الوحيد المؤثر أم أنه هناك فشل محلي في إدارة السياسات الاقتصادية أعتقد أننا خرجنا من الجائحة وعرفنا نموا مرتفعا عام 2021 وبعد ذلك وقعت الحرب وقامت بتسبب بتباطئنا كبيرا في النمو لأن التوقعات منذ ستة أشهر كانت مطمئنة لعام 2022 وكان لدينا توظيف كامل في معظم الدول الأوروبية وكان هناك تحسن في مستويات البطالة في فرنسا التي وصلت إلى 7% لأول مرة منذ عشرات السنوات وبالتالي كانت الأخبار مطمئنة ولكن أعتقد أن الحرب هي التي زعزعت الاقتصاد العالمي بشكل كبير وأدت إلى تفاقم هذه الأمور فكنا بدأنا نتعافى وعام 2021 كنا عرفنا نموا جيدا ولم نكن قد عدنا بعد إلى مستويات عام 2009 وهذه الحرب مع ارتفاع أسعار السلع والطاقة كان لديها أثار وخيمة وأعتقد أن هذا سوف يستمر لأن حتى الآن لم يتم إيجاد حل لهذه الحرب أو معرفة كيف يمكن إيقاف بوتين وكيف يمكن الشروع بعمليات سلام وهناك إصرار على هذه المواقف القوية والاتحاد الأوروبي وضع أو اعتمد مجموعة من العقوبات ولكن عالمياً الاقتصاد تأثر بشكل كبير بهذه الحرب نعرف اليوم أنه يجب أن نتحمل الأثر بين 18 شهراً و24 شهراً وأن الحرب قد تطول وهذا مقلق للغاية خاصة في الأشهر المقبلة ولست متأكداً من أن هذه الحركات الشعبوية في فرنسا مثل ميلانشونغا مارين لوبين كانت تحظى بمثل هذا النجاح في الانتخابات التشريعية لو لم يكن كان هناك كل هذه الأحداث التي ظهرت في بداية العام والوضع مقلق حالياً لأن الأشخاص يعيشون في ظروف صعبة وفي مواجهة ذلك هناك بعض الحركات السياسية التي تستغل هذه الظروف الصعبة وتعد كما فعل ميلانشو أننا سوف ننفق 250 مليار يورو إضافية على شكل مساعدات اجتماعية وسوف نفرد ضرائب على الشركات وهذه النماذج لا يمكن تطبيقها عملياً ولكنها جاذبة للناغم نحاول أن نتوقف هنا إن أمكن ونوزع الكلمات والمداخلات بين ضيوفنا سيد سنودن ودت أن نختم معك قبل الفاصل ما بين سوء ربما إدارة أزمة كوفيد وتدعياتها الاقتصادية وأزمة الغزو الروسي لأوكرانيا وإدارتها أيضاً أيهما أثر أكثر في الوضع الاقتصادي البريطاني حسب تقديرك ما من شك أن فيروس كورونا هو الذي أثر أكثر فتضخم في المملكة المتحدة وفي أوروبا كان أكثر من 6% بحلول فبراير من هذه السنة وكان ذلك قبل الغزو الروسي لأوكرانيا أنا لا أقول بأن الغزو لم يكن له أثر أو طبعاً هو تسبب برفع أسعار البنزين ولكن كانت الأمور سيئة قبل الحرب أيضاً نقول بعد سنتين من الجائحة بعد الإغلاق بعد كل ما قدم من تيسير نقدي يعني فاقم من الأمور لا تستطيع أن تحول اقتصادك خلال سنتين وتحافظ على مستوى متدن من البطالة كما ذكر زمينا من فرنسا يعني طبعاً بالرغم من أن الناس يعملون بالرغم من أن كان عليهم أن يبقوا في منازلهم لشهور طويلة هناك ثمن يجب دفعه مقابل ذلك وأقول بأن الناس حقيقة يعني يرحظون بأن نعيش في اقتصاد ليس اقتصاد حالم هي حقائق على الأرض خلال السنتين الماضيتين أو ثلاث سنوات كان هناك أزمة حقيقية والاقتصاد كان يقوم على الدين وكذلك على طباعة النقود وهذا أمر غير مستدام على الإطلاق سيتسبب بالتضخم الفقر الأضراب هي كلها أمور متوقعة ما من نهاية جميلة للتضخم سينهي الأمور بشكل سيء ولكن أقول هو نتيجة ما تم من أخطاء الاقتصاد وأهم خطأ هو الاعتقاد بأننا نستطيع أن نتابع طباعة النقود والاقتراد ولا يكون لدينا تضخم بالتأكيد سيكون لدينا تضخم أنت تقلل من قيمة العملة وتلفع تضخم عندما تطبع المزيد من النقود هذه النظرية النقدية التي عشناها طوال عقد ندفع ثمنها الآن وطبعا كانت مشابهة لما حدث في العام 1979 كان يجب أن نأخذ الأمور بجدية أكبر نعم أشكر جميع ضيوفنا نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام نعود بعد أولي نتابع نقاش الرابط للليلة أهلا بكم من جديد لا تتوقف سلسلة الإضرابات حول العالم بسبب زيادة نسب التضخم العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والغداء إضرابات حلت في أكثر من بلد في العالم نتعرف إلى أبرزها في التقرير التالي ارتفعت نسب التضخم حول العالم فيما شهدت أسعار الطاقة والغذاء زيادة كبيرة فتصاعدت أصوات العمال حول العالم البداية من هولندا حيث شهد مطار سخيبول بأمانستردام إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب مجموعة من العمال احتجاجا على ظروف العمل والنقص الكبير بأعداد الموظفين انتقل المشهد سريعا إلى كوريا الجنوبية حيث بدأ الألاف من سائق الشاحنات إضرابا في الموانئ الرئيسية ومستودعات الحاويات ما شكل تهديدا لسلاسل التوريد العالمية المتعثرة من كوريا الجنوبية إلى تونس حيث شهدت البلاد شللا عاما وتوقف حركة الطيران بعد إضراب نفذه اتحاد العمال ردا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في البلاد مشهد عاد من جديد في الإكوادور حيث دفعت المظاهرات الاحتجاجية بسبب غلاء الوقود رئيس البلاد لإعلان حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بعد أعمال عنف إلى الحادي والعشرين من يونيو حيث شهدت بريطانيا إضرابا لعمال السكك الحديدية يعد الأكبر منذ ثلاثة وثلاثين عاما وندد المضربون بتدهور ظروف العمل والتسريحات المرتقبة وبتدن الأجور أيضا من بريطانيا إلى فرنسا حيث نظم عمال مطار شارد ديجول في باريس ومطارات فرنسية أخرى إضرابا واحتجاجات للمطالبة برفع الرواتب لمواكبات معدلات التضخم في البلاد نسأل في نقاش معك دكتور أيمن سمير ونسأل عن أفق أو الأفق الممكن مثل هذه التحركات وتدعياتها الاجتماعية هل يمكن أن تؤدي إلى صراعات اجتماعية إلى احتجاجات إلى عمد في أماكن أخرى مثلا ماذا عن المستوى الإديولوجي هل نشهد عودة موجة اليسار أو الأفكار اليسارية لتسود من جديد وقد انقذت منذ فترة في الحقيقة ما الممكن في أفق مثل هذه التحركات أفق معك تماما أن مثل هذه التحركات الاجتماعية سوف يكون لها ارتدادات ولها يعني انعكاس سياسي بشكل كبير للغاية على كافة المجتمعات وعلى كل القرات ليس فقط بالمناسبة في أوروبا ما بين فرانسا أو بريطانيا لكن حتى ربما يكون في ألوات المتحدة الأمريكية نفسها حتى القراءة المعمقة لفوز رئيجو بايدن في نهاية 2020 لأنه كان مرة يعني عام كامل على الجائحة وكانت في أوج تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي يعود لأن المجتمع الأمريكي في هذه الانتخابات اختار اليسار معروف أن الحزب الديمقراطي الأمريكي له سياسات يسارية لذلك استجاب رئيجو بايدن بالحزمة ضخمة جدا للإنفاق الاجتماعي سواء البنية التحتية العادية أو البنية التحتية التي أسمها البنية التحتية الاجتماعية هي في الأساس هي بنية اجتماعية يسارية تخدم هذا التوجب بشكل كبير للغاية رأينا أيضا خسارة الرئيس ماكرو للأغلبية المطلقة في فرنسا بفارق حوالي 44 مقعد نفس الأمر في بريطانيا لكن ميلانشو لم يكسب أيضا بما يخول له أن يكون رئيس حكومة بالتأكيد لكنه كسب مقعد كبيرة يستطيع أن يعرقل على الأقل سياسات الرئيس ماكرو إذا ما أراد أن يتخذ أو ينفذ البرنامج الذي دخل به الانتخابات نفس الأمر في بريطانيا بروس جونسون خسر مقعدين في غاية الأهمية كانت مقعد محصوبة تاريخيا لحزب المحافظين البريطانيين لذلك أنا في تقدير ارتدادات هذا الأمر سوف تزيد إن لم يكن هناك سياسات الاحتواء مثل هذه الأمور بشكل سريع البنك الدولي أصدر أكثر من تقرير ونفس الأمر بالنسبة لأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش حذر من أن تدعيات هذه الأزمة المتعلقة بسلاسل الإمداد والغزاء والطاقة سوف قد تؤدي إلى احتجاجات اجتماعية أو إلى ما يسمى بيئة ثورات وربما حتى تؤدي إلى الانقلابات العسكرية في منطق مثل أفريقيا تقارير الأمم المتحدة تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لذلك أنا في تقديري يمكن وقد هذه المشاكل بسلسلة من الإجراءات فيما تعلق بيئة الطاقة أنا في تقديري تستطيع الدول الغنية مثل أوروبا أن تعمل نوع من الدعم المتبادل للشرائح فيما تعلق بالطاقة سنأتي للحلول المطرحة فيما بعد دعنا نتسال في هذا السياق عن المآلات الاجتماعية والسياسية ربما دكتور مورين أيضا في فرنسا هل ترجع حدود موجات عنف مما يعيد إلى الدين موضوع السطرة السفراء في السابق سطوة النقابات من جديد اليسار أو أقصى اليسار وعودتها القوية إلى الساحة السياسية ماذا ترجح اجتماعيا وسياسيا وإديولوجيا حتى من تداعيات لمثل هذه الضرابات والتحركات النقابية الواقع أنه في عام 2018 موجة السطرات السفر كانت بسبب ارتفاع الضرائب على الطاقة وبنسبة خاصة لأثر ذلك على الأشخاص الذين ليس لديهم دخل كبير ويتجولون بسياراتهم ويجب أن نعرف أن الانتخابات في فرنسا تشير إلى صوت الشباب وهم يدعم ميلانشون ومارين لوبين واليمين المتطرف الممثل بمارين لوبين التي تمكنت من استقطاع بعض فئات الشعبوية إذاً هما كتلتان لديهم أثر كبير يضغطان على رئيس ماكرون اليوم الطريقة الوحيدة لإيقاف ذلك هو ما يعده الرئيس والرئيس يحاول أن يؤثر على القوى الشرائية ولكن هذه المرة يعني أنه سوف يكون هناك نفقات وسوف نكون الدولة الأوروبية مع أعلى قدر من النفقات الاجتماعية في محاولة لاحتواء الأزمة مما يعني أن هذا القانون على القوى الشرائية سوف يؤثر على الدين ويزيد من هذا الدين وسوف يكون هناك أثر على استدامة الدين كل هذه الأمور مترابدة فصحيح أن هذا سوف يعالج الغضب الاجتماعي ولكن يزيد من الدين وإذا في المستقبل لم نتمكن من سداد الدين قد نرى تكراراً للسيناريو اليوناني في فرنسا بعد بضعة سنوات وبالتالي يجب التعامل مع ذلك بحذر كبير لأن هناك ضغط كبير من هذه الحركات الشعبوية القوية اليوم والتي هي متواجدة وممثلة في البرلمان إذن قد نرى غضباً اجتماعياً قوياً في الخريف أو حتى في الصيف دعم سيد سنودن في المقابل في لندن إلى أين ترى هذه التحركات تتجه هل يمكن أن تتوسع دائرة الغضب لتعصف بحكومة جونسون وبريطانيا تعرف جيداً دور الإضرابات في إسقاط حكومات منذ الإضراب الشهيلي عمال الفحم وتدخل تاتشر حين ذاك أعتقد بأن بوريس جونسون يواجه الكثير من المشاكل اليوم ولا أعتقد بأنه سينجو من هذه الأزمة الاقتصادية التي نراها الآن والتي سنراها خلال السنة القادمة على ما أعتقد بالنسبة لتحول الضرابات إلى عنف أو إلى إسقاط حكومات لا أعتقد بأن ذلك سيحدث في بريطانيا قد يحدث في أفريقيا في شمال أفريقيا حيث الوضع في أوكرانيا أصبح مشكلة كبيرة هناك وبصراحة معظم الناس في بريطانيا ممكن أن يقبلوا انخفاض قليل في مستوى المعيشة بمقدار بضعة نقاط مؤوية ربما يستطيعون أن ينفقوا مزيدا على الخبز ولكن الدول الأفقر أسعار الأساسيات ستؤثر كثيرا ارتفاع أسعار الخبز مثلا سيقود إلى اضطرابات اجتماعية رأينا ذلك قبل عشر سنوات في دول الشمال الأفريقيا وأشك بأننا سنراها الآن مجددا على ما أعتقد وتحدث أيضا منذ أربع عقود في القرن الأفريقي ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك هذا الأثر الكبير لأسعار الغذاء في بريطانيا لن تقود إلى العنف الأوروبيون والأمريكيون والدول الغنية الأخرى سيتواجه أوقات صعبة ولكن لا يكون ذلك بنسبة الصعوبة التي سنراها في الدول الفقيرة وسأكون مندهشا تماما إذا لم نرى عنفا واضطرابات اجتماعية في هذه الدول أشكر ضيوفنا مرة أخرى هذا الأنفاص القصير وأخير نعود بعده لنتابع ما تبقى من حلقة الرابط للليلة أهلا مجددا سجلت نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا قياسيا جديدا في يونيو بلغ ثمانية فاصل ستة بالمئة على أساس سنوي مكتب الإحصال الأوروبي أعلن أن نسبة التضخم بلغت في شهري أبريل ومايو أعلى معدلاتها منذ بدء نشر المؤشر في يناير الماضي في وقت ترجح أو تؤجج الحرب في أوكرانيا زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية أسانف النقاش هذه المرة من لندن معك سيد سنودن ليس من مؤشر الانتهاء الحرب في الحقيقة ولا الاتفاق سلاما حتى سيء كما يوصف إذا الأمور تزاد تعقيدا أتداعيات على الاقتصاد العالمي وقطع سلاسل الإمداد والتوريد تراها متواصلة نعم إلى حد ما إلى حد كبير أقول ولكن لست متشائما جدا بحيال هذه الأمور فطبعا هناك يعني قبل أن تبدأ الحرب كان هناك ارتفاع في أسعار الأسمدة وهذا اختبار للعولمة إلى حد كبير فالزيادة في الأسعار التي تعود إلى شهور طويلة هي إشارة إلى أن المزارعين بأن يجب أن يزرعوا أكثر والشركات يجب أن تصنع المزيد من الأسمدة وأن يكون هناك إنتاج أكبر وطبعا يجب على الدول أن تجد مصادر أخرى للطاقة إذا استطعنا القيام بذلك فالتأثيرات على المدى المتوسط للحرب الأوكرانية ستكون إلى حد ما مقبولة ولكن لا أستطيع أن أقول لك الآن إلى أي حد ولكن أقول بأن هناك زراعة الشعير والقمح في الربيع وسنرى ما الذي يحصل في الحصاد في الخريف القادم كنتيجة لكون روسيا وأوكرانيا منتجين كبيرين لهذه المواد الغذائية ولنعرف مثلا كيف يمكن أن يكون لك تصدير لمواد القمح مثلا من موانئ أوكرانيا خلال الصيف وطبعا إذا أمكن أن تصدر كانت في السابق تصدر بشكل كبير عبر البحر إذا كل شيء يجب أن يتم في محاولة من أجل تصحيح الأمور وإعادة إلى النصابة طبعا إذا لم يوقف الروس تصدير هذه المواد عن طريق البر مثلا يمكن أن نستخدم كل الوسائل والتي يمكن أن تذهب إلى الدول في شمال أفريقيا وإلى الصومال مثلا هذه الدول التي تعتمد كثيرا على القمح القادم من أوكرانيا إذا على المدى القصير يجب أن نصل هذه الأغذية إلى المستهلكين وعلى المدى المتوسط يجب أن نفكر بموضوع عدم الإفادة كثيرا من الأسعار لكي يكون هناك أمكانية الشرع دعم دكتور سمير من القاهرة في ظل أزمة الغذاء والطاقة وارتفاع التضخم وصعوبة الاتفاق السلمي مع بوتين تحديدا كيف ترى هذا المسار الصعب وهل يمكن أن يشكل هذا ضاغطا على الدول الأوروبية وأمريكا للقبول باتفاق سلاما ولو سيء بالنسبة لأوكرانيا يعني أنا في تقديري قدرة العالم على الاستجابة لهذا التحدي سوف تزيد في الشهور القادمة حتى لو استمرت الحرب طبقا لكل التوقعات أنها لن تتوقف على الأقل قبل نهاية عام 2022 أولا الدول الأوروبية وفي مقدماتها ما أسميته بفريق الحمائم مثل ألمانيا ومثل فرنسا لديهم استعداد لمقاربة مع روسيا تتعلق بالسلام بأوكرانيا وحتى ربما حديث الرئيس ماكرو واضح عندما تحدث عن ضرورة عدم إزلال لروسيا وعدم إهانة روسيا حتى لا تتكرر ما حدث في اتفاقية فرصاي التي كانت بعد الحرب العالمية الأولى هذا نهج جيد وهذا نهج إيجابي واعتقد يمكن البناء عليه في الفترة القادمة هذا واحد الأمر الآخر حتى فيما يتعلق بوصول القمحة والزورة من روسيا وأوكرانيا للعالم أنا في تقدير الشهور القادمة سوف تختلف أولا هناك مقاربة ترعاها الأمم المتحدة الآن لخروج القمح الأوكراني عبر مسارات آمنة إلى العالم أيضا هناك فكرة لتخزين القمح الأوكراني في صوامع على الحدود البولندية الأوكرانية وبعد ذلك بيعه سواء من خلال البحر الأسود أو حتى بحر البلطيق إلى العالم وأيضا هذه مقاربة جيدة ويسعى إليها الاتحاد الأوروبي بشكل كبير للغاية السؤال حتى بالنسبة لروسيا ماذا ستفعل روسيا بالقمح الذي خزنته هذا العام والقمح في الموسم القادم ماذا ستفعل؟ هي سوف تضطر في النهاية إلى بيع هذا القمح ربما بأسعار أقل من الوقت الحالي في المستقبل لذلك أنا في تقديري الأمور ليست سيئة للغاية ويمكن أن تتحسن في الفترة القادمة لكن أيضا على الحكومات حكومات العالم سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا أو في العالم عليها أن تتجه يسارا ولو بعض الشيء بمعنى نعم الجميع يخشى انفاق أموال نعم أأخذ رأييا من باريس في دقيقة دكتور مورن ما بين الحرب في الميدان وهذه المعركة الاقتصادية الطاحنة إلى أين تتجه الأمور أوروبيا وإفريقيا وفي القرات الأربع التي تشتحها الاضرابات اليوم في أكثر أعتقد أن الحل هو أن نتمكن من أن نجد طريقة لإيقاف هذه الحرب وأن لا تدوم طويلًا لأننا رأينا أننا لسنا مستعدين لتحمل هذه الحرب ولم نضمن سيادتنا في مجال الطاقة بما يكفي في أوروبا ونعتمد كثيرًا على روسيا ورأينا أنه لنستغني عن روسيا نحن بحاجة إلى وقت وعلى الأرجحات سوف يؤدي إلى المزيد من الغضب في قدوني ذلك على روسيا وكل شعب العالم أشكركم لابد أن نتوقف هنا دكتور مورن أدركنا وقت البرنامج للأسف في الختام لابد أن أشكر ضيوفي يبدو دكتور بيير مورن الأكاديمي أو الخبيب الإقصاد الدولي من باريس أشكر أيضا من القاهرة دكتور أيمان سمير الباحث في شؤونة الدولية في الهرام العربي وأيضا أشكر من لندن الأستاذ كريستوفر سنودن رئيس اقتصادية نمط الحياة في معادة شؤون الاقتصادية في لندن شكرا لكم جميعا قبل الختام نستعرس حلقة الرابط للليلة كيف تؤثر الإضرابات العمالية على الحركة التجارية وسلسل الإمداد في ظل التطورات العالمية وهل تؤسس تلك الإضرابات لمرحلة سياسية جديدة تقودها النقابات العمالية بوجه الحكومات بعد الاستفادة في القول والنقاش خلص ضيوفنا إلى التالي الاضرابات التي تجتاح دول العالم تشير إلى عدم ارتياح الاجتماعي بسبب التضخم وهذا ما يهدد بأزمات جديدة خصوصا أن الحكومات لا تعتزم اعتماد سياسات اقتصادية مختلفة التطورات العالمية فرضت على الحكومات اتباع سياسات غير شعبية منها توجيه الانفاق على الميزانيات العسكرية وما يؤشر الامكانية تصعيد النقابات العمالية تحركاتها في وجه الحكومات ختام الرابط للليلة شكرا لكم المتابعة دمتم في امان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا